أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا موزنين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلتنا قبلهم من الكرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهضرون وآية لهم الأرض الميتة وآحيناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من تمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك الأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسفحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا سرخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفرون الذين آمنوا أندعهم من لو يشاء الله أطعم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في السور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا شيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شون فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأني عبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلمها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبكوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وكرآن مبين ليوذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من تون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جود مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نتفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل صلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توكتون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يقلق مثلهم فلا وهو الخلاق العنيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيته ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتانيات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقدفون من كل جانب تحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب تاكب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من تين لازب بل عجبة ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوتون أو آباؤنا الأولون كل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى سراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طابين فحق علينا قول ربنا إنا لذائكون فأويناكم إنا كنا غاهين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستغفرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأنيم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواك وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها أولو ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاشرات الطرفعين كأنهن بيد مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المخضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزكوم إنا جعلناها فتنة لظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضمين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاكبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نحو فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباطين وتربنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المفسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أورقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئف كان آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نطرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراه إلى آلهتهم فقالا لا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراه عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قالا تعبدون ما تنحتون والله خلفكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفنين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بولام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنا إني أرى في المنام أني أكبحك فانظر ماذا ترى قال يا أب تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وترقنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما موسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونشرناهم فكانوهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الشراط المستقيم وترقنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لكومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمنظرون إنا عباد الله المخلصين وترقنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن نطل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقنون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشكون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو منيم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعتون فنبتناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناتهم وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ونت الله وإنهم لكاذبون أستفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين واجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمهضرون سبحان الله عما يسفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالي الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرى من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون فبعدابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صادق والقرآن ذي الذك بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قرنهم من قرن فناتا ولا تحين مناش وعجبوا أن جاءهم موذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أنمشوا واسبروا على آنيتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا خطلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا فلهم في شك من ذكري بل لما يدوكوا عذاب أم إن تهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسفاب جنت ما هنالك محزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وتمودوا كما قوم لوت وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسول فحق عقاب فما ينذر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوق وقالوا ربنا عجل لنا قبل يوم الحساب اسبر على ما يقولون وانكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الهبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة فصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم اتسور المحرام اتدخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بوا بعضنا على بعد فكن بيننا بالحق ولا تشتط وهدنا ولا تشتط وهدنا إلى سواء الشراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الحطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم ودن تابوت أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العليل العظيم فوفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاهكم بين الناس فاهكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيذلك أن سبيل الله إن الذين يذلون أن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطنا ذلك ذن الذين كفروا فوين للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ أرض عليه بالعشي الصافنات الجياد وقال إني أحببت حب الخير أن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب قال ربي أفر لي وهبني ملكا لا ينبهي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وهواس وآخرين مقرنين في الأسخاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب فإن له عندنا لزلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنسب وعداب أرقد برجلك هذا مؤتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكر لأولي الألباب وخبيتك دعتا فضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق يعقوب من الأيدي والأبصار إنا أخلسناهم بخالصة ذكر الدار فإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وانكر إسباعيل واليسع وذلكف وكل من الأخيار هذا ذك وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وإن دهم كاشرة تبطر في أطراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاظين لشر مآب جهنم يسلونها فبئس المهاد هذا فليدوقوه حميم ووساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئسا القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فازده عدبا بئسا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاوت عنهم الأبشار إن ذلك لحق تخاشم أهل النار كل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار كل هو نبأ عظيم أنتم عنهم معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختسمون إِنَّهِ يَوْحَى يَوْحَى فَسَجَدَ وَسَجَدَ وَسَجَدَ كَلَوْيَنَهُمْ بِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ فَاعْبُدِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْهُوَ كَادِبٌ كَفَّارُ لو أراد الله أن يتخذ ولد الأسطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل ويكوّر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام وأنزل لكم من الأنعام تمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ذي ذلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله ولي عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزروا زرطوا وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان بر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليذل عن سبيله قل تمتع بكفرك قنيلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن أشيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من تونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهدهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تعتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطهوتا يعبدوها وأنبوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنكذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم ورف من فوقها ورف مبنية ورف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد لم در أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابع في الأرض فسلكه ينابع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مسفرا ثم يجعله خطاما إن في ذلك لذكرانئ للألباب أفما شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي فويل للقاسية كلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني متشابها متانية وشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يطلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وكيل للظالمين ذوكوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعداب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا ويرضي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ترجمة نانسي قنقر